وعود كثيرة أطلقتها الحكومات المتعاقبة وصولا إلى حكومة السودان بتوفير المساحة الكافية للصحافة وإنهاء الملاحقات القانونية للإعلامين والناشطين لكن اللي نشوفها ونسمع بين فترة واخرى أن السلطات الحكومية ما زالت تواضب على رفع الدعاوة ضد الإعلاميين والمعارضين بسبب انتقاداتهم لأداء الحكومة وتقصيرها في تقديم الخدمات الأساسية أو إبداء الرأي لكشف ملفات الفساد والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة لبعض الأشخاص والمؤسسات والدليل ما حصل مع الزميل الدكتور قصي شفيق اللي أبلغ عن هدر قيمته مليار دينار وتم الحكوم عليه بغرامة وعدم ظهور وسنة سجن كل هذا يجري في وقت ينبغي أن تكون الحكومة نموذج في دعم الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير إغلاق صفحات أوامر القاقبض تنفذ بسرعة البرقة وكأن هناك عقدة تجاه السلطة الرابعة تحت قانون سنة مجلس قيادة ثورة من حل عام 68 وتعديلات تحت مسميات فضفاضة التيح للحكومة أن تعتقلك وتحكمك في ظرف أيام حتى وصل الأمر إلى تنفيذ دعاوة قضائية ضد نواب مثل النائب هادي السلام الذي تم اقتياده إلى مركز الشرطة وتدوين أقواله في حادثة مخجلة ومعيبة وأخيرا وليس آخرا مكتب رئيس الوزراء يصدر كتاب يضمن جملة من القرارات توجهت للمنتسبين من الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب ومستشارية الأمن القومي والحجد الشعبي والمنافذ الحدودية يوصي هذا الكتاب بالابتعاد عن الظهور الإعلامي وعن الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي وعدم نشر النشاطات والواجبات التي تقوم بها الأجهزة ولجميع ومختلف المستويات وبالأخص بالزي العسكري هذا القرار لاقى استحسان الشارع العراقي بعد جملة من الفيديوهات والمقاطع التي انتشرت في السوشيال ميديا والتي لم تليق بالمؤسسة الأمنية والعسكرية وبنفس الوقت هو تعتيم على الظهور الإعلامي لأصحاب القرار وصعوبة الحصول على المعلومة من قبل الصحفيين حتى وصل الأمر بمنع دخول الصحفيين للمؤتمرات وتغطية النشاطات في هذه الدوائر والمؤسسات